اشتركوا في القناة 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 جاءوا دخلوا باتجاه الساحة بدأوا الرمي قلت لك على الشرقية لا هم بدأوا جاءت من الشرقية جاءت الأصوات الرمية بسياراتهم حد ما وصلوا للساحة أثناء ما يعني أكيد المتظاهرين تعرف ما حد يطب الساحة بهي شيء وضع فصالت مواجهات بين المتظاهرين وبين فالمتظاهرين صدوهم شيء قوي بحيث هو المتظاهر يطلع بعلم بس أنت تعرف شباب نشقد يعني أصحاب غيره وما حد يطب روحه ما يطبس قوات أمنية كانت موجودة نصيحهم ونقلهم محمونة يخلوا يشرد هذا الواقع صار البارحة نخابر عن نجدة اللي هي رقمهم فيسد يقولوا إحنا محتاجينكم يسد الخط ببجهة بحدود الأربع خيام احترقا بحيث الرمي صار قوي فصار انسحاب شوية جزء للشباب استغلوا هذا الوضع وطبوا على الخيام حرقوا وتشام خيامه أوجه رسالة إلى الناصرية العظيمة أقول حتى بليليش ما هدوا سال الدم يومية تجينا مصايب وتلتم ما بين القتل والخطف والترهيب اجي دور الضيول بحرق الخيام مهما فعلوا ومهما زادوا من هذه الأعمال التخريبية فنحن ثابتون هنا لن نهاب من أي أعمال هؤلاء الضيول ما نهابهم خليش ما صاروا تتعبت ببعاث لأمريكيا إلى إيران نحن نتبه العراق والعراقيين والعراق لنا وهاي الساحة ساحة العراقيين بسم الله الرحمن الرحيم ما حدث ليت البارحة من اعتداء جوان وغادر من بعض العصابات أو المرتزقة أو الميليشيات التي تابع الأحزاب المسلحة ما هو إلا دليل على جمنهم وخستهم وإلا الناس كانت في عمال وكنا نبحث في قضايا تهم المدينة ولكن فوجئنا باتصال من ولدي في حي شهداء بوجوه سيارات على الخط السريع ترمي على الناس وفيها مسلحين يرتزون إزدائي المدني أنا اتصلت بقياس الشرطة أثناء الرمي أثناء أطلاق النار كان الرد قائد الشرطة أنه أنا جاي هسب الطريق وما عندي خبر فأنا قلت له أنا المواطن العادي وصلني خبرهم أول من الزوج الحي شهداء وانتهت سوصلوا لساعة الحب وبشار الحضارات وانت ما تعرف كان انسحاب تام ساعة تاسعة ليلاً تم انسحاب جميع القوات الأمنية حقيقة لدينا شهيد واحد ودينا تسعة جرحة ودينا خيم تم حرقها بسبب أطلاق النار الحارق الخارق الذي كانوا يستخدمونه أطلاق الناري الذي أحرق الخيم حقيقة موقف كان أولاً الشباب تفاجئوا بالفعل الجبان والغادر وكان رد فعل عليهم قوي ولكن الحمد لله بعد ساعات تم لا كان التجمع من أبناء الناصرية بكثرة حيث أن توقعنا بساعة قد ملئت بين الشباب والرجال وانا البارحة شاهدت ناصر شهرين ما شاهدهم لكن البارحة شاهدت نفس المباشر يجوا ووصلوا وحضروا وشاركونا ومساندونا بالوقف وانا والموت انت حلب ما يكون ساكن الروح شاخص والعمر برقة دمر والمر بظلق وما يكلّها مجدر برقة وبرق وإذا كلّها بصرح الدم اشتعل في الدنيا مني الشيح وراها الدم بكمّل خدي تلّي وقص آخر مكاسم آخر مكاسم يلا بزيّل حسن بزيّل 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 سوف تتبع تLSMA اشتركوا في القناة 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 أنا شفيت ما أحد قال لي سيارتين من النجدة وأكفات وقالوا إحنا ما لنا علاقة ما لنا أمر هيد شي ما كنت رأى شرطة النجدة حاملين إسلاح لا لا ما كن شهداء وان فاها اليوم رئيس الصعب دحسين جابري قال أي شهداء ما كن المستجفى قائد الشرطة والسبق قبل ثلاثة أيام أحمد الصالحي اللي استجهدوا شيئ عناقب اليومين أنا شف موجود شيئ يتمل به روما هذا واحد من العشائر روما أحمد الصالحي هو عنا بالأمتار حوالي عشر أمتار عنا أو ثم أمتار ما حرك ساكن شرطة ويوم موجودين ولا القبض عليه كان مواطن واقف لا لا بس شرطة نجداته ثنين واقفات وانت جسر المشات افصف جسر المشات سيارتين واقفات بيهن كل وحده أو ست شرطة أو أربع شرطة أو كان حتى سلاح ما عده قائد الشرطة يقول لهم تفاشل مثل ما فيش يولقب لك لأن قائد الشرطة المفهوض يوفر حماية للمتظاهرين وهذا أمر مشروع بس احنا نقول هذا قائد الشرطة متواطئ وعنده معلومات قبل الحادث قبل الحادث عند معلومات في أنه رح يصير هجوم على المظاهرات أو قتلوا هاي الشباب من عدنا حرقنا المقرات مالتهم احنا حرقنا المقرات مالهم رادسوا ردة فعل بس احنا نقولهم يا الميليشيات انتم وحزابكم احنا باقين حتى يبقى واحد لا تهمنا حرق الخير ولا تهمنا الشهداء كل ما يصير شيء زيد العزيمة راح الشهداء 27 واحد الجميل الشمر زادتنا عزيمة وفخر وعدنا الشهداء 12 واحد قتلهم من حزب الله جبار الملسوي واحنا زادتنا فخر ثاني يوم بنانا خيم على جسر الحضارات وهس احنا سدينا جسر الحضارات وقالهم يجوا نفتحون جسر الحضارات واحنا ما نسألهم شيء نقولهم يا الأحزاب إلا بتسقيط الأحزاب كافة الأحزاب وتشكيل حكومة مستقلة وطنية مهنية بعيدة عن الأحزاب المحاصصة وتقديم جميل الشمري وجبار الملسوي إلى محكمة السيناء الثقار ومحاكمتهم وبحضور عوالي الشهداء ونزول بهم القصاص العادل والله مننا ما يتحرك حتى يصير الصلاحات احنا ما نتحرك لما يجوا المجرمين القتلة والذل والذل السرور على عوالي الشهداء ما نستحرك احنا نخصهم الأحزاب والأحزاب سقطناها وهتشوب الناصرية وسقطنا الحصائب وقبل يوم سقطنا حزب الله ومو الحشد وإنما حزب الله وكر للأحزاب هاي الدارة ما الحشد صارت وكر للأحزاب هم سقطواها ابنانا وإحنا ذول عشرة الحبوب راح نسميهم عشرة الحبوب ومو عشائرنا يوعدنا عشائر وعتغيرة عشرة طلعت له مستنكرتها الحادث بس ولا عشرة اللي طلعت والسنكرت والدليل على هذا والدليل على هذا جبار المسوي والدليل على هذا جبار المسوي زبحلة 12 واحد ورحبات عند احد الشيوخ احد الشيوخ زبحلة ثلاثة يانفطح ويجيبها بعدين وان جابوا جابوا القيادة الشرطة أو قيادة الشرطة سوت لذفة منها للعدود هي هاي الشيوخ مرفوضين رفضا قاطعا احنا الشيوخ هنا وبهاي الشباب انشاء الله ننتصر وهاي ثورة الشبابية وروح ننتصر على العدود هو احنا حاليا المنتصين بس نطالب رئيس الجمهورية برهان صالح انقل البلاد على حافة الهاوية ان عليك تنهض والشكل رئيس وزراء وطني مهني بعيد عن الاحزاب والمحاصطة بعيد عن الاحزاب والمحاصطة وانقاذ البلد من الهاوية انقاذ البلد العان على حافة الهاوية انشاء الله نصير حليفنا ونرفض نرفض القائد الدموي اللي يقلوا انه راح يجي للناصير اشي دفليح اللي انه انسان عده مهنية وطنية وينتبه لهاي المواطنيين نايمة بالشوارع مو يروح يودينا جماعة يضربونهم مثل ما رابهم جميل الشمري واحنا هاي جميل الشمري ما اتروح لفوتلي ولا ننسى المصيبة اللي يسواها بالشباب والله سايق تكس يقل لي اربع ابرياء اطفال نايمين جواد جس الناصر وجذبهم جميل الشمري قتلهم يا اخي اختار عندك شخصيات اربع اختار هالشارع ما اقول لما اكواحد يقتنع بيها رئيس الجمهورية يعاني رئيس وزراء اللي هنا ازمة يعني بلدنا نهار بلدنا صار يهل جيل عبي يعني ما عدنا قانونيين ما عدنا دولة والله العظيم تعبت العالم ومصرين على البقاء الى ان يتعين رئيس جمهورية يلتظبين الشارع العراقي ذيول ايران اللي يقول علينا احنا بعثية واولاد رفيقة بيكم واحد هنا ابن رفيقة انتم بعثية احنا مواطنين طالعين طالب بابسط الحقوق مستقلين ما عدنا شي اخي يجيك يقول لك انت بعثي وبن رفيقة هسه المتظاهر صار بعثي وبن رفيقة يمتصر غير طالع طالب حقوقك بحقوق ابنائك وبوطنك وطنك هذا النهب ايران وامريكا هسه المتظاهر صار بعثي وبن رفيقة وجوكرية هسه النوبها الجديدة مال ترام شنو مطلنا راتب احنا ترام احنا مو جوكرية احنا متظاهرين سلميين وطالب حقوقنا واليوم مباشر والموت مهما يكون في دول العراق حكومة ماكو شرطة ماكو يعني يجي يقمع ويطلع براحته ولا تشنه وانت ذاك يوم شفته ذاك يوم التشيع الرمزي يعني يسحب مسدس ويطلع يرمو شرطة واقفين يمه يعني شنو معناته هاي بس احنا نقلهم لتبعدي واليران احنا لا جوكرية ولا بعثية ولا ولا درفيقة احنا متظاهرين سلميين ونطالب بحقنا ونأزل ناس اخذ حقي يعني انت من جايشوف هذا الانفلات الامن جايشي بالناصرية وشبابنا جايش تكتل يعني انت راض بالوضعية يعني يومية هجوم على الشباب يومية عشره داعش مكتولين يعني مكافئة علينا اديت مجازر اللي صارت ما جميل الشمري وما الجسر الحضارات منناك ومستمر الوضعية يعني انت شنو موقفك حاليا شو بس سكوت مريد نشوف شنو موقفك يعني تويانة له علينا يعني البارحة يجون يحرقون ويرمون الناس ويرحون ولا كأنه ولا عنصر امنه يحجي ولا لك تصريح لا استنكر تلاقلت هذا عمل ما يسير يا اخي احنا متظاهرين سلمين جاي نطالبوا بحقنا صارنا تقريبا فوقش كم شهر احنا مستمرين مظاهرة سلمية شعارنا سلمية يعني انت من تجه ترمي وانت سكت سلاح وملثمين وسيارات يعني شنو شمسوين مثلا جاي نطالب بحقنا بين قوسين الريد وطن الريد يعني ما طاربين فتشين منكم يأذيكم الريد وطن يعني انت من تجه ترمي وتكتلوا هاي الشباب شنو يعني اهلها مايردونها انت يعني تصريح تصريح قول يا با هذا عمل مايجوز ذول الشبابنا ولدنا طاربون بحقهم يعني انت بس تحاول تيد مشاعجات الحياة الريد دوام و الريد الرجع زين هاي الامور تريدها بالمقابل حاسب ذول احنا حاليا مظاهراتنا هادئة مستقرة يعني هما جاي اججون الوضع انت ما جاي تقول الوضع جاي تأجر بسببهم يعني كل ما تهدأ الامور نقول الحمدلله الامور هدأت ترجعت تعيد من جديد يا اخي احنا ريد لك تصريح اذا تقول انا جاي نضغط علي وما اقدر لهاي الناس انسحب يا اخي من المؤوين رجالا صدقوا وما عاهد الله عليه من هم انقضى نحبة ومن هم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم هاي البارح اللي صار عمل ارهابي وجبان وغادر على المتظاهرين السلميين سلميين ما عدنا شي احنا قاعد نطالب بحقوق البلد المتدمر ودمرته الفرس المجوس وهي ايران وعلى رأسهم المجرم الكافر قاسم سليماني هيا على اثرها هاي صارت تضجه واحنا اليوم نطالب رئيس وزراء جديد رئيس وزراء جديد يخلصنا من ايران والفرس واحنا هنا ان شاء الله باقين والعالم ما نحقق مطالبنا ومطالبنا احنا نريد وطن ما نريد حصار والفرس هما دمروا العراق ودمروا المنطقة والشرق الاوسط والشرق الاوسط كله هسه فرحان بمقتل الكافر قاسم سليماني وشكرا والناصر ان شاء الله حليفنا الى قائد عمليات الناصرية انت بيك حظ تحميني تعال حياك الله اما اذا ما بيك حظ واغم تكتر على الصبح وخلي واحد يجي غيرك اول شي غلا انتم تدرون بنا احنا شنوه اكو فصائل تابعة اندمجة ويا الاحزاب اجد حطة تروحها ويا الاحزاب تليل تبيض وجوه هي اللي جاي تسوي بنا هاتشي هاي وحدة اثنيا بالنسبة اننا احنا متظاهرين الناصرية وثوار الناصرية احنا محتبرين الناصرية امنة يعني اي واحد بيكم يعرف شون يدافع عنهم انا واحد من الناس امي شا سوي لها مقصر بحقها فانا هسا ساويت الناصرية وينول الناصرية عندي هي وامو كل شي يعني هسا الناصرية شنطيها انا فدوائلها وروحي فدوائلها للعلم عندي ست اخوان بس انا طالع بهم متظاهرات اذا متت دولة ستة كلم رح يطلعون ستة دنهم ليش رح يطلعون على مودي وعلى مودي الناصرية فش تسوون تحرقون تكتلون بيني تقمحوني رجع ما اكو هاي قطنا وشلعوها من ذاكم رجع ما نرجع نفذو لنا كل مطالبنا او للعلم مو بس مطالب الناصرية لا كل هاريتها معاسبة جميل الشمري القمحة ومظاهرات التحرير مظاهرات كربلة مظاهرات النجف هذا حقنا كنا كنا حقنا ليش لان احنا احرار احنا لا نقدس واحد او لا نتبع واحد اولا عملاء اولا جوكر اولا تابعين الرفيقات والحزبيات اذنها 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 احنا ما نقدس بس العراق هاي هي هاي افتهمتوها من عندني يعني احنا شنو انتم دبش مطاية يعني مئة مرة نحشي مئة واحد يقلكم يابا احنا ما نحترم واحد احنا نريد بس العراق ترجعون وتقولون ولد الرفيقات يابا صفحة الرفيقات وصفحة صدام ترجعون وتقولون بحثية شنو انتم احنا شنو نايم مطي شنو انتم دبش وشكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة